الحقيقة خليني أبدأ معاكم من الشائعات وقبل ما أقول لكم الخبر ده الشائعات بتبقى كتيرة لكن اللي بنتمناه كلنا إحنا طول النهار مسكين الموبايلات أو بنتعرض للسوشال ميديا أو في صغلنا أو في الشارع أو في أي مكان لكن الأهم إذا تأكد من الشائعة عندك مصادر موثوق منها عندك مواقع موثوق منها مواقع تابعة للدولة تلفزيون زي عندنا هنا تلفزيون الدولة ومحطاتنا أيضا المختلفة تقدر تتابع منها أي مصدر رسمي تتأكد قبل ما تقلق من الإشاعة أو تشاير الإشاعة أو تتكلم في الإشاعة خليها إشاعة تموت قبل ما تقلقك تعالوا نشوف النهاردة ماذا نفت وزارة الزراع وزارة الزراع نفت شائعة تتعلق برفع تكلفة المحاصيل المحلية من خلال زيادة الحد طبعا الحد الأدنى لأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الأسمدة يعني خلينا نحدد كده بيكلموا عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي اللي مستخدم في الأسمدة بالإضافة إلى أنه تم إلغاء قرار إلزام المصانع بتوريد 55% من إنتاج الأسمدة الأزوتية للسوق المحلي وده نفته تماما وزارة الصناعة لما فيش الزراعة وأنه ما فيش الكلام ده عشان محدش يقول أنه الغاز الطبيعي اللي بيستخدم في الأسمدة تم أو رفع كمان هي أكدت بأنه الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعي اللي بيتم تزويده لمصانع الأسمدة الأزوتية اللي لم يتغير من إمتى من هذا التاريخ من 29 أكتوبر عام 2021 يعني بنتكلم على وقت طويل جدا لم يتغير وأيضا تبعت أنه لا صح لإلغاء قرار إلزام منتج الأسمدة الأزوتية بتوريد 55% من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة المدعمة التابعة لوزارة الزراع